إذا كنت استخدمت تطبيق أوبر الخاص بالتكاسي في أمريكا أو لندن أو غيرها من الدول خذها الخبر الخبر يقول أن القراصنة أو الهكر قدروا يأخذون بيانات 57 مليون شخص يستخدمون أو استخدموا هالتطبيق الموضوع مو بس هذا السلفة أن هالقصة صار لها سنة تقريباً والجماعة متكتمين على الخبر لكن لما أعلنوا اليوم وقال المدير التنفيذي للشركة أن هالشي فعلاً صار وأنه مراح يدور أعذار وأنه قام بتفنيش اثنين فقط من الموظفين وفي مصدر ثاني قال أن الشركة أدفعت 100 ألف دولار لهالقراصنة مقابل تدمير البيانات اللي باقوها واللي هي أيصلاً عنوين وأرقام بطاقات تبوتية وبنكية لكل شخص استخدم التطبيق وركب معهد تكاسي اشتركوا في القناة